السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد الجي تي اكس 1070 من أكثر الكروت المفضلة عندي يمكن هو ثاني أو ثالث أو حتى ممكن أول كرت أو أكثر كرت مفضلة عندي وخاصة عن هالنسخة الجيمينج اكس من MSI ياخي شكل الكرت أسطوري طالعا أجمله مروحتين سود جميلات صوته جدا شبه صامت الكرت مع الكسرات هيك الحمر الجميلة وهاللون الأحمر هيك والثيم الأحمر مع التنين وال... تصميم الكرت بالتحديد هو الجي تي اكس 1070 بشكل عام من أكثر الكروت المفضلة عندي بس تصميم هالكرت هو هالنسخة بالتحديد هي أكثر نسخة مفضلة عندي من ناحية الشكل جيمينج اكس من أماساي من أكثر الكروت المفضلة عندي من ناحية الشكل هو أول كرت جيمينج فلاكشب حقيقي امتلكته حصلت عليه ب2016 أول صدوره وبعد فترة اضطريت أبيعه ومبارح وانا بتصفح النات من فترة وانا بتصفح النات بموقع موقع صاحب ندن موقع بيع مستعمل مثل إي باي في موقع محلي تركي حصلت الكرت ب100 دولار والكرت شبه جديد يعني مستعمل لكن شبه جديد جدا نظيف فهل ما زال قوي ويستحق الشراء وهل ما زال جيد بأحدث الألعاب؟ رح نجربه ونشوف ونجاوب على الأسئلة بس بالأول رسالة سريعة من السبونسور اليوم ودى علامة ويندوز المزعجة بدون ما تدفع سعر مفتاح كامل بإمكانك تحصل أفضل أسعار مفاتيح ويندوز من CDK Deals باستخدام كود الخصم الخاص بالقناة SNK RT بعد ما تحصل المفتاح أكتب Activation Settings في مربع البحث حط المفتاح هون وانتهى الموضوع تفقد الروابط تحت بالوصف لتحصل أفضل العروض والأسعار من CDK Deals أوكي قبل ما بباشر بس خلونا نعمل شوي تكسر سرعة هيك جميل للكرت لأنها الكرت باسكال وكلكم تعرفوا أو إذا ما بتعرفوا كروت باسكال فيهم هيدروم رهيب من ناحية تكسر السرعة وبالأخص لـ 1070 فكسر السرعة عادي 500 ميجا هرتز على الميموري 100 ميجا هرتز على الكور وبنحط سرعة المراوح حوالي 70% لأنها الكرت صامت حتى بـ 70% الكرت شبه صامت لأن نسخة الكرت هذي مثل ما أخذتكم يعني مفضلة عندي مو منفراغ مثل ما جاهزين حالياً سرعة الذاكرة الباندوث الذاكرة عفوا ننتقل من 256 جيجا باكت الثانية لـ 288 جيجا باكت الثانية ومثل ما قلت بالفيديو السابق اللي شرحت فيه أهمية أو كيف تقيس قوة كرت الشاشة مثل ما قلنا الباندوث بجدًا مهمة وزدنا الباندوث بحوالي 10% 25% المهمة من 250 إلى 288 جيجا باكت الثانية وخلونا مباشر بالتجارب أوكي The Witcher 3 Next Gen High Settings FSR Q FSR Quality وقبل ما مباشر شوفوا الـ GPU clock سرعة الكرت أكثر من 2 جيجا هرتز 2050 ميجا هرتز على كرت صدر تقريباً من 2 سنين صار عمره رايحة لـ 8 سنين كرت عمره 7 سنين رايحة لـ 8 سنين ويصل إلى سرعة 2 جيجا هرتز وطلعوا على حرارة الكرت يا جماعة حرارة الكرت 40 درجة طرف طاقته عادي مع كسر الصراع صرف الطاقة بوصل حوالي 170 ممكن يوصل 200 واط في بعض الأحيان لأن الكرت مزود بVRM ومتاز رهيب يا جماعة رهيب الكرت أنا بحب كروتي يعني يكون خيمة جيدة وفيه إمكانيات كسر الصراع جيدة لبريد جيدة كرت المفضل أو أحد من كروتي المفضلة من فراغ يعني مثل ما يرون حتى بيوتشر 3 نيكس جين اللي هي جدا متطلبة تجربة خرافية ما الان تحقيق؟ يا رايحة 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 تجربة ممتازة يا جماعة 60-62 فريم وسطي أداءه نفس أداء الـ 3050 نفس أداء الـ RTX 3050 طبعاً بس 3050 يكون أفضل لأنه فيه بيدعم رايحة بيدعم DLSS لكن 3050 حالياً من بيباع 250 دولار هذا أنا اشتريته بـ 100 دولار تجربة خرافية أنا ما بحب الكرت من فراغ يا جماعة طلوا على الحرارة 54 درجة مئوية والكرت صامت ومعك كسر السرعة وسرعته فوق الـ 2 جيجا هرتز شي مجنون شوف اللعبة ثانية أوه بي ستتر فيلد تتنة بي هي مفعلاً يعني الـFSR مفاعل تلقائياً حوالي 22% 26-27 فريم وسطي أنا ما بعرف ليش اللعبة جداً متطلبة لو لعبة ما مبهرة بعضها بصرياً بقول يا خيمة معكم حق اللعبة بالفعل نكست جن مو بس نكست جن نكست نكست جن هاللعبة تشفسها أو جيل سابق ومتطلباتها جداً عالية على إيش؟ الجرافيك ما هو سيئ فيها بس ما في شيء يعني مبهر لتكون متطلبة لهالدرجة ليه؟ ليش اللعبة لهالدرجة متطلبة؟ على إيش؟ لكن صريح لـ 30 فريم فيها اللعبة مقبولة في بعض الألعاب لـ 30 فريم بتكون فيها جداً نزبالة لأنه استجابة المحرك اللعبة بتكون سيئة لكن 30 فريم فيها اللعبة جيدة يعني تلعب بتلعب على 30 فريم حتى وإن كانت يعني 1st person و 3rd person شو طوار لأنه منظور الشخص أول و 3rd لدينا فريم فيها مقبولة ولكن 29 فريم مع دروبات فخلونا نحط Medium Preset Medium Preset بتحط الـ Render Scale 50% يعني حرفياً اللعبة شغالة الرندر الأساسي للعبة شغال بأقل أقل من 720p أوكي حالياً الفريمات جداً مقبولة وممتازة حتى يعني حوالي 45 بالأربعينات متوسط الأربعينات الفريمات الاستجابة جداً مقبولة الجرافيك بيض مثل ما رأيكم كله باكسل وفايت في الـ 60 حيط فمرتاني ما بعرف ليش اللعبة جداً متطالبة اوه ودروب فريم مقبولة تلعب ملعوبة على Medium Preset أه جيدة بس أنا ماني راضيان عن هذه الأدائي حتى على كرت 3080 لم أقدر أحصل 60 فريم مستقرة على Ultra Settings فأوكي ملعوبة 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 وهذه اللعبة بالمناسبة يا جماعة أدائها على كروت انفيديا سيئة زيادة يعني أدائها على كروت AMD بشكل عام أفضل بكتير هو اللعبة مدعومة من AMD بس ما بعرف ليش لهذه الدرجة يعني بتطلش كروت انفيديا أو ما بتحب كروت انفيديا فننتقل لغير اللعبة مع حبوبة الشعب Red Dead 2 High Settings مع Ultra Texture تجربة ممتازة يا جماعة حوالي قريب 60 فريم يعني تجربة خرافية تجربة خرافية وعلى أعدادات تقريباً Ultra ما هي Ultra High Settings كل شي high مع عدد Texture Ultra منقدر نحط Ultra Texture بالراحة بما أنه كرت عنا 8 جاقة تجربة Loss تجربة Loss أنا بدكر لما صدرت هاللعبة أول صدورها كان عندي لسه كنت باستخدم الجيتي اكس 1070 ما قدرت أشغلها أكتر من 40 فريم حتى على Medium Settings ما قدرت أشغلها أكتر من 40 فريم فحالياً Optimization اللعبة تحسن بشكل كبير طبعاً ممكن تحصل حتى 60 فريم مستقرة لو بتحب ممكن تخفض بعض الأدادات على Medium اترك التكسير على Ultra وخفض بعض الأدادات تحطهم على Medium مثل Shadows وتحصل 60 فريم مستقرة ولكن حتى مع هكي فريمات يعني تجربة جداً جداً جميلة رهيبة تجربة لوز وطلع على حرارة الكارت مرة تانية يا جماعة حرارة الكارت مرة توصل إلى 60 ما أعكسر السرعة حرارة الكارت مرة توصل إلى 60 راشد وكلاش 1080p High Settings وووو تايم حوالي 60 فريم على High Settings يا جماعة مع أنه اللعبة جداً متوضلة وكانت حصرية PS5 مع جرافيك جداً جبار خريب 60 فريم على High Settings نيتف بدون فسار قد تنزل تقريباً متوسطة الأربعينات لكن تجربة جداً جيدة ممكن نفعل FSR ونخفض لـ Medium ونحصل 60 فريم مستقرة لكن هاللعبة تطلب معالج قوي نوعاً ما يعني معالج سوداسي النواة صدر آخر كم سنة بيشتغل معها تماماً وحتى معالج رباع النواة إذا قوي شوية بيشتغل معها عين الزحليطة تقريب أمفيريس تطلب معالج أمفيريس اخذ ما تريد أنت لا تقريباً مني حسناً حسناً تجربة ممتازة حتى على High Settings حسناً لا أستطيع أن أحصل لك تجربة ممتازة على High Settings لأنه مثل ما أخذت اللعبة جداً متطلبة أبلاكتين ركويم مرة ثانية أنا عن جد منبهر من أداءها الكرت High Settings هاللعبة جداً جداً متطلبة يا جماعة أول ما أستطلت حتى على أجست الكونسول الحديثة اشتغلت 30 فريم حالياً شغالي حوالي 60 فريم هذا شيء خرافي على High Settings بدون أبسكيلي أنا منبهر من الكرت الكرت عمره 7 سنين يلا حل عنا خليناً نمشي يا حبيب للأمام شوي لما يطلعوا الجوردان لما نشوف النار يعني أماكن النار والجوردان الفريمات تنخفض على ما أعتقد رح تنخفض للخمسينات احتمال حتى لأواخر الأربعينات لأنه اللابة بتصير المشاهد متطلبة أكتر بكتير لكن رغم الشيء تجربة ممتازة يلا يلا حبيب ويتم بقيت م مقارن قد كنت كمي تترضى الجوردان كمية حسابات كبيرة كما تنضي لأواء الخمسينات احتمال لأواخر الأربعينات لأنها اللابة لا تتجربة جداً مستقرة لا يوجد لطفالات لا يوجد مشاكل كرت عمره كما تفعلها كنت جاهزاً مقارنها لا، لا، لقد وجدتنا! ها ها ها! احلم فيها اللاب يتنقل! او الويب سلنجنج! متوسط حوالي ممكن نقول بالسبعينات! ما هبوط للخمسينات! تجربة الوز! هاي ساة تنقل بدون اوبسكيلينج! او الوز! ترى الوز! تنقل قليلاً عندما تنقل فوق وتبين عليك كل الخريطة لانه تصير جداً متطلبة! مثل هالأوقات! لكن رغم الشيء يعني ما فيه بوطف فريمات شنيع ولا فيه يعني مثلاً دروبات او شيء! الفريمات مستقرة طوال الوقت يعني خمسة وخمسين وما فوق! وعلى هاي ستنجز! على شاشة VRR او شاشة دعمة للجيسينك جيسينك جيسينك فريسينك تجربة الوز! سبودر مان لوز! تن اي تي بي! هاي ستنجز! طلع الفريمات! هلا باول ما صدرت حتى على 3080 ما كنت تحصل هيك فريمات منها! كان طبعاً معطوبة على الاخر! لكن حالياً حتى على جي تي اكس 1070! على جي تي اكس 1070! داني تي بي هاي! اف اصر كيو! عوالي 55 فريم وسطي! تجربة لوز! لوز على الاخر! وخاصة بأنها لعبة سنجل بلاير قصة! كامبين! ما بيثماك اكتر من 60 فريم! وضعت العيد! بدلاً ما كما كنت يوجد مموت! اشرح! تجربة يستملك! اف اصدر لديك! او اصدر لديك! هذا هو جمال البي سي! احاولت لعبة العمل على الكونسول! أصدر لديك! تخير جداً! الراس, هيتشات. تعال تعال حبيب. هيتشات. ماذا بلعبه على الكنترولر. نروح تلعب بعيد. كله هيتشات. كله هيتشات. لسه بيقولوا لك الكنترولر جميل للعب الشتر. نروح لعب بعيد. أنت اجتب الهزية يا جماعة. unrizen zero dawn 1080p ultra أكتر من 60 فريم. طيب. رهيب رهيب رهيب. دعونا نجلد بعض الحميرة الآلية أين هو هذا الحمار الآلي؟ لدينا الحمار الآلي هون تعال 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 نقدر بيليك على حالك لكن لا يأتينا هذا الدينصور والحمير الآلي أه! كافني! الهريبة 3-4 مراجل اركضيه! ايضاً؟ اركضيه! كافني! صرح! اذهبوا! اتركضي! أركضي! اجلدوا بعض حبيبي, اجلدوا بعض! المهم التجربة اللوزي يا جماعة! قارة الوار 1080P موضوعات بديون FSR نيتيف اكتر من 60 فريم قل لي انك ملك منبهر انا مبهر تبهير سجدكم جلد يا حيوانات تباً تباً يجبني من فروا موقع تباً يجبني تباً 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 لقد تباً ما ما حدث هل هل تستخدمي؟ هل تستخدمي؟ . شعور و كرا . . . . . . الشرطة الأساسية النظر من للتعود لأنتمي عدد المثال شرطة مخالصة ما زلت شرطة فبعد الانسي 2.0 صدرت أفضل شرطة السبالة الشرطة أفضل لقيهم اذهبوا. احبوا. 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 تباً تباً تباً! اشتركوا في القطة. دعوني. اشتركوا في القطة. 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 انني من الشهر و thanة دريقة و ذات. اشتركوا في القطة. انكبه في اjiتركوا في القطة. اشتركوا في القطة. ثقامتها من أجل LupIe. هذا يعني مثلها من الجيام لحظة Got went to to To! اشتركوا في القطة. أشتركوا في القطة. خرافة... انت ماذا؟ انت ماذا؟ انت ماذا؟ انت ماذا؟ انت ماذا؟ حسنا! حسنا! CS 2 تجنيب ممتاز على الضوء 5 cry 6 1080p بدون الامتل أبسكيل أكثر من الـ 60 فرام طبعاً بالقتالات احتمال أن تهبط شوية للخمسينات لكن ألترا يا جماعة ألترا 1080p ابلعوا اشتركوا في القناة! اشتركوا في القناة! اشتركوا في القناة! ادائها ممتاز! حرارتها خرافية! الكرت يفرم معظم الالعاب يعمل تماماً! فهل انصح فيه على حسب السعر! انا حصلت هذا بمئة دونار! كما ستحصلوه عندكم بمنطقتكم؟ لكن اذا حصلتم بسعر ارخص بكتير من ال 3050! اكيد اخدوه! اخدوه نفس القوة ال 3050! لكن طبعاً ما بيدعم ديالاساس ولا RT! بس اذا قدرت تحصل ال RX 5600 XT بنفس سعره اخدوه 5600 XT بدال هذا! لانه اقوى منه بحوالي 20% ل 30%! على الرغم انه 5600 XT اقوى منه حالياً بنفس السعر! لكن هذا الكرت له مكانة مميزة عندي كتير! فنعم لو حصلته بسعر رخيص! انا لم اقترقلك سعر! لان شفت كتير تعليقات! اقسم بالله العظيم اشتريته بمئة دولار من السوق المحلي! راح اوريكم الوصل! الفادورة! اسعار باسواككم كيف? ما بعرف! ولا عندي علم! ولا بقدر اعرف! بس بالمختصر اذا اقدر تحصله بسعر مناسب! ناسب جيبك وارخص من الـ 350 بالتحديد! اشتريه! هذا بنفس قوة الـ 350! شوف الشكل يا اخي! شوف الهابة! شكل غرافي! اتمنى اما اساوي ترجع لهذا التصميم وتصمم كروت يعني اذا ما عندها كروت مثلاً يعني كروت مثلاً الـ 60 والسبعين اللي ما تصرف طاقة كتير! ارجعها لهذا التصميم يا اخي! هذا التصميم بالتحديد! ممكن الغوا اللون الاحمر! لانه فيه ناس متفضل يكون الكرت سادة بدون الوان كتير! الغوا اللون الاحمر! وارجعه للتصميم! تصميم خرافي يا جماعة! تصميم خرافي! صوت الكرت صامت! يعني هذا من اكتر الكروت! لأكون صريح كمان! ومنصف بحق MSI! تقريباً كل كروت الجيمينج اكس من MSI كانوا صامتات! لأرتي اكس لالتالي 80 جيمينج اكس جربته كان صامت! الجي تي اكس 970 جيمينج اكس من MSI كان صامت! وهذا صامت! فكروت MSI لجيمينج اكس عندهم بشكل عام صامتة! لكن هاد الكرت مالو صوت! ومثل ما شفته يعني! حتى مع كسل السرعة! حتى مع المراوح 70% مالو صوت! نعم! نعم! الكرت كتير محبب عندي! لكن ما مقدر انصح فيه للكل! اكيد كرت ممتاز! لكن متل ما قلت! اذا بتحصل 5600 XT بسعره بنفس السعر او ارخص! او حتى اغلب شوي! خد 5600 XT! لانه اقومنه ب 30%! لكن اذا حصلت هذا بسعر يناسب جيبك وكان ارخص من 3050! كرت مازال يشغل الالعب بدون اي مشاكل! و بس يا جماعة! اذا فاتكم الفيديو السابق! موجود هون! كمان حكيت عن الكرت 5600 XT! ما صح فيه! روحوا شوفوه! كرت اخوى من هاد! بتحصله بنفس السعر! انا حصلته بنفس السعر! كم راح تحصلوه ما بعرف! موجود هون الفيديو روحوا شوفوه! اذا فاتكم! كان معكم اخوكم امي من محمد! شكرا للمتابعة! السلام عليكم!